التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما هو التوحيد؟ هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى ولا يجعل معه شريكا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا يجعل معه شريكا لا في توحيد الربوبية ولا في توحيد الألوهية ولا في توحيد الأسماء والصفات سنشرح ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالي أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق والرازق مثلا التوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة التوحيد الألوهية نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسي في القرآن والسنة من الأسماء والصفات التوحيد الألوهية ولا في القرآن والسنة من الأسماء والصفات لا يمكن أن يكون الخالق الكامل مماثل المخلوق النقص سيكون الخالق الكامل مماثل المخلوق المخلوق النقص الله أعلم شكرا